يوم سعيد عاملين ايه وحشتوني جداً واللهرده جايين نتكلم عن سؤال مهم جداً طرق على مسامع كتير وسألوني فيه هل تجميل الجفون يعتبر عملية تجميل رفاهية؟ يعني هل فعلاً عمليات الجفون وتجميلها ده يعتبر رفاهية تجميلية؟ الفكرة كلها ان السوشيال ميديا خلت الناس تدافع على عمليات التجميل وخلقت نوع من أنواع الدستجما أو الوصمة بإحساس بعدم الجمال وخلت الناس اللي بتتدافع نحي عمليات التجميل كأنهم ناس عندهم بعض دوافع وده خلى بالتبعية أن الناس اللي عندها احتياج لعمليات التجميل لمعالجة حاجة وظيفية لمجرد أنها مشتركة مع عمليات التجميل أنها تبعد عنها زي عمليات تجميل الجفون الإحساس بالثقة بالنفس والجماعة ده شيء رائع وإن الإنسان يضيف لنفسه بعض لمسات الجمالية شيء ممتاز بيدي ثقة بالنفس وراحة نفسية للحياة مدام هو بيعملها براحته هو مش تحت ضغط من أي حد مهما كان وبالتالي في عمليات تجميل الجفون أوقات بتكون لعلاج وظيفي مش بس جمالي أيوة خصوصا مع تقدم السن بيحصل نوع من أنواع التهدل في الجفن الرئيق ده أيوة هو ده ويقف العين حرفيا تلاقي الشخص عشان يفتح عينه هو مش قادر فيه عضو تاني لازم يرفع كيه بإيده الجفن ويرفعه وفيه مراحل بيكون قبلها بشوية فإحنا مش لازم نستنى لحد ما الجفن يقف العينه علشان خاطر أن يقدر يفتح عينه لأن العين جوهرة ولازم نحافظ عليها وعشان ما يقصرش على النظر وفي نفس الوقت يقدر التعامل في حياته اليومية عادية فلا تجميل الجفون مش دايما عملية تجميل رفاهية بل بالعكس أوقات كتير بنحتاجها وظيفة خصوصا من الجفن العلوي ودي علاجها بيكون جراحي ما بيكونش بأي إجراءة تانية لما بنوصل لمرحلة فيها الجفن بيقفل على العين فلو تعرف حد خايف يعمل عملية ديت علشان خاطر فاكرها أنها عملية رفاهية لا هي مش رفاهية بل بالعكس هي حاجة وظيفية وضرورية عشان ما يقدر يتعامل في حياته اليومية طالما وبتعيق حياته ومهما كانت السوشيال ميديا بتأثر على مفاهيم مغلوطة مع بعض نحاول نشتغل عليها سوا شكرا لكم على الدقائق ديته أتمنى أكون جوابت على سؤالكم نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله